أهلاً ومرحباً بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج جيكوسك الصحافة وأبدأوها بالعنون المصدر أولاياً حملة الإلكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير أبرز السياسيين في معتقلات الحثي ومن الصحافة العربية ربع مليون متعف من فيروس كورونا ومن أخبارنا المنوعة روسي يقتل خمسة أشخاص بسبب صوتهم العالي أهلاً بكم بينما يقضي طلاب إجازتهم الطارئة خشية فيروس كورونا في صنعاء يعمل الحثيون على تغيير أسماء المدارس وعمل تعديلات وفقاً لتصوراتهم وعنون موقع الصحوانت استمرار في حوثنة التعليم المليشيات تستبدل أسماء عدد من المدارس الحكومية في صنعاء حيث أقرت مليشيات الحوثي تغيير أسماء عدد من المدارس الحكومية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها بأسماء تنتمي لأفكار ومعتقدات الجماعة المدعومة من إيران وبحسب تعميم أصدره مكتب التربية الحوثي في صنعاء فقد استبدلت المليشية اسم مدرسة خالد بن الوليد بمدرسة الإمام الهادي ومدرسة الفاروق بمنطقة القاع إلى مدرسة الإمام زيد بن علي ويؤكد الموقع أن الوثيقة تنص على تغيير أسماء مدرسة بابل بمدرسة 21 سبتمبر ذكرى انقلابهم على الشرعية ومدرسة عثمان بن عفان بمدرسة مالك الأشتر ومدرسة عمر المختار بمدرسة علي بن الحسين كما استبدلت المليشيات أسماء قاعات التدريس في جامعة صنعاء أيضا وغيرها من الجامعات الحكومية بأسماء قياداتها الذين سقطوا خلال المعارك مع قوات الجيش الوطني قبل سنوات حلت كارثة في أسرة من جنوب أفريقيا تعيش في مدينة تعز حيث شهدت المدينة عملية اختطاف للأسرة التي تعيش هناك ما حدث بعد ذلك لمن كانوا يدرسون الطلاب جاء في برنامج وثائق اسمه رهائن القاعدة أرضا على النيتفليكس وقد كتبت عن هذه الأسرة الدكتورة اليمنية نادا قنبر وقالت في مقال تنشره بالقيص عام 2009 غادر بيير كوركي وزوجته يولندي وطفلهما جنوب أفريقيا إلى اليمن من أجل حياة جديدة يبدآنها في العمل الخيري استقرا في تعز وعاشا حياة هادئة ووديعة وكان بيير يدرس في أحد معاهد تعز وفي 2013 عقب تحذير الحكومات لرعاياها من البقاء في اليمن قرر الزوجان على مضض العودة إلى جنوب أفريقيا وفي اليوم الذي ذهبا فيه لاستلام جوازات سفرهما من السفارة في صنعاء تركا طفليهما في المنزل وذهبا وعلى أساس أنهما سيعودان بعد ساعة وفي الطريق اعترضهما مسلحون من القاعدة واختطفوهما إلى شبوة ظلار هائن في الأسر لمدة تسعة أشهر لا يعرفان حتى مصير طفليهما الذين تركاهما في المنزل بمبادرة شخصية شجاعة ومجهود ذاتي جبار وبدافع نبيل تطوع الشاب أنس الحماطي لبذل ما في وسعه لإنقاذهما توسط لدى من يعرفهم من القبائل وبعد مفاوضات طويلة ومحفوفة بالمخاطر استطاع إقناعهم بتسليم الزوجة يولندي مقابل أن تعود لبلدها وتجمع ثلاثة مليون دولار لكي تستلم زوجها بير كان المبلغ كبيرا جدا وهناك قانون رسمي لكثير من الحكومات بعدم التفاوض مع إرهابيين ولا الانصياع لضغوطاتهم مهما كانت الظروف واصل أنس جهوده وأقنع رجال القبائل بتسليم مبلغ 120 ألف دولار وهي كل ما استطاعت يولندي تجميعه في بلادها لم يكن هناك سوى ساعات قليلة لتسليم المبلغ والإفراج عن بير وكانت يولندي تنتظر خبر الإفراج عن زوجها على الواتساب في الجهة الأخرى من العالم لسوء حظ يولندي وبيير جاءت غارة أمريكية مفاجئة لتحرر صحفياً أمريكي لوكت سامرز كان أيضاً مخطوفاً قبل عدد من الأشهر واحتجز مع بير سمع الإرهابيون الغارة وقاموا بإطلاق النار على بير والمصور الأمريكي كيف لمجموعة من البشر أن تختطف أناساً مسالمين وتحرمهم من أطفالهم وحتى من معرفة مصير أطفالهم وتحتجزهم في سجن وتستخدمهم كتجارة وضع ذلك تقتلهم في مختلف أنحاء العالم تم الإفراج عن السجنة حتى لا تتحول السجون إلى مصدر للوباء كما أن محافظات يمنية تابعة للسلطة الشرعية أمرت بالإفراج عن السجنة بضمانات تجارية الأمر مختلف في صدعاء حتى أن الصحفيين المعتقلين منذ سنوات لم يتم طرح موضوع الإفراج عنهم للبحث وعنونا موقع عادن الغد نقابة الصحفيين تطلق نداء إنسانيا وتستنكر رفض إطلاق الصراح الصحفيين وقال الموقع أن نقابة الصحفيين تحمل جماعة الحثي كامل المسؤولية عن رفض قرارات القضاء بالإفراج عن الصحفيين أو الصحفيين صلاح القاعد وعبد الحافظ الصامدي وتدعو نقابة الصحفيين كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى التضامن مع الزملاء الصحفيين وممارسة الضغوط حتى إطلاق صراحهم انتصاراً للحق وإيقافاً للظلم الذي لحق بهم وتطلق نقابة الصحفيين نداءها الإنساني لكافة الأطراف بضرورة إطلاق صراح كافة المختطفين الذين يعيشون ظروف اعتقال سيئة تزداد خطورتها مع مخاوف انتشار فيروس كورونا الذي هاجم بلدان العالم بكل ضرعوة أسرة القيادة السياسية عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان لا تعلم عن مصيره شيء منذ اختطافه ورفضت الميليشيات السامح لأسرته بالتواصل معه أو زيارته ولم تبلغ بمكان إخفائه قصرياً حتى اللحظة وعنون موقع المصدر أونلاين بالتزامن مع يوم اختطافه حملة الوكترونية للمطالبة بالكشف عن مصير السياسي محمد قحطان هذا التزامن يبدأ اليوم بحملة الوكترونية شعبية للمطالبة بالكشف عن مصير أحد أبرز قيادات العمل السياسي في اليمن وأعلن النشطون على أن الحملة الالكترونية ستكون بذات الهاشتاغ الحرية لقحطان الذي نفذت بها بهذا الهاشتاغ حملات سابقة للمطالبة بالإفراج عنه والكشف عن مصيره في ظل ما يعانيه من أمراض منذ اختطفته ميليشيا الحوثي من منزله في صنعه في الخامس من إبريل عام 2015 وجاءت هذه الحملة بعد أيام قليلة فقط من حملة شعبية كبيرة شاركت فيها منظمات دولية طالبت بإطلاق كافة السجناء والمختطفين احترازا من تفشي وباء كورونا في ظل تدخل أوضاع السجون والمخاوف على آلاف المختطفين في المعتقلات الذكرى الخامسة لاختطاف قحطان يكتب محمد المياحي مقاله المنشور في المصدر أولاين مضيفا خمس سنوات ولا أحد يعلم كيف حاله في الزنزانة لم يكن محمد قحطان حامل بندقية يقاتل الحوثي في جبال العدين ولم يكن سائق سيارة مفخخة يتهددهم بقنابله حين قبضوا عليه وهو في طريقه إلى عدن كان مواطناً يمنياً يمارس حقه الطبيعي في التنقل بين المدن سياسي يعرف نفسه جيداً يثق بنزاهته ويتحرك في وضح النهار لم يتخف قحطان من عيون القتلة كي ينجو من قبضتهم تصرف بما يتطابق مع باطنه النقي وجوهره الخالي من الدسائز لربما أن ذلك كان قلة أباهة منه لكنها أيضاً فضيلته الكاشفة لشخصيته رجل بلا مخاوف وسياسي ليس لديه ما يخشى على فقدانه وقد فقد بلاده بكاملها بعد خمس سنوات من تغييبه القسري ما يزال محمد قحطان تمثالاً الذي يكشف وضاعتهم كلما حاول الحوثيون تنظيف صورتهم المتسخة في أذهان الناس أو المراهنة على عامل الزمن لتخف بشاعتهم في الذاكرة سرعان ما يستذكر الناس أحد أبرز الوجوه الشاهدة على جرائمهم حيث يقبع في الزنزانة رجل كبير بالسن لم يشفع له كبر سنه ولا رزانته ليطلقوا سراحة أو يخففوا قبضتهم عليه لم تسعفهم بقايا أخلاق اجتماعية ليسمحوا لعائلته بزيارته أو حتى نبضت ضمائرهم الميتة ليفصحوا عن حاله وما إذا كان بخير أم لا لا يوجد تفسير لهذه الحالة العدوانية الطافحة في تعاملهم مع رجل متعب ويبلغ من السن الكبير حتى أن أحدهم يسأل نفسه إذا كان هذا تعاملهم مع أكثر خصومهم رزانة أكثرهم إنصافا وعدالة ورغبة بالسلام فكيف كانوا سيتعاملون مع بقية قادة الأحزاب ومعارضيهم والغاضبين منهم والناقمين عليهم والداعين لقتالهم لو لم يتمكنوا من الإفلات من تحت أيديهم يتم متابعة أخبار الإصابة بكورونا ويتم تجاهل عدد المتعافين والذين يتجاوزون محنة المرض وهم وفقا لصحيفة العربي ربع مليون متعاف من فيروس كورونا وخمسة وست ألف وفاة عالميا المتعافين تجاوز الأزمة من بين أكثر من مليون ومائتين ألف مصاب وراح ضحية تفشي الفيروس في نحو مائتين بلد ومنطقة نحو خمسة وستين ألف حتى صباح الأحد ويسكل هذا التراجع النسبي في عدد الوفيات والإصابات بارقة أمل في تباطئ اتشار الفيروس بعد عزل لأسابيع فرضته الدول الأكثر تضرورا فبعدما تم احتوائه في الصين رسميا أصبحت الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح خط الجبهة الجديد للوباء وتحاول الدول زيادة أعداد المتجاوزين للأزمة وحماية البقية من خلال الوقاية حيث طلبت فرنسا شراء حوالي ملياري قناع واق من الصين وباتتت سلطات الصحية تشجع السكان على وضع أقنعة بديلة مصنوعة من القماش وستبدأ في فرنسا في الأسابيع أو في السابع من إبريل تجربة سريرية تقضي بنقل بلازمة دم من شخص تم شفاؤهم أو من أشخاص تم شفاؤهم من المرض إلى مرضى في حالة المرض الحاد وستبدأ أيضا تجربة سريرية أخرى تقضي بإعطاء عشرة مرضى محلولا من دم دودة بحرية تتمتع بقدرات أكسجة جدل دائر هذه الأيام حول جد وارتداء أقنعات تغطي الأنف والفم لمن تجبرهم الظروف على الخروج من منازلهم ورغم أن منظمة الصحة العالمية قللت سابقا من أهمية الأمر لكنها اليوم ومعها مؤسسات دولية أخرى عادت لتشير إلى أهميتها موقع دي دباليو الألماني يعلق نرتدي القناع أم لا؟ جدل عالمي حول جد والكمامات في الحماية من كورونا التحول الأبرز في الموقف جاء من الولايات المتحدة بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الصحية باتت تنصح الآن الأمريكيين بوضع الأقنع الواقية عندما يخرجون من منازلهم وقال البروفيسور كي شينغ المتخصص في الصحة العامة في إنجليترا المؤيد لوضع القناع هناك تغير فعلي في الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تقوم بمراجعة توصياتها أهمية ارتداء القناع تضاعف بعد حديث مدير معحد الأمراض المعضية أنطوني فوتشي العضو في فريق عمل البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجد والذي قال أن الفيروس يمكنه الانتقال بين الأشخاص بمجرد التحدث وليس فقط حين يسعلون أو يعتصون الحرب العالمية الثالثة عربيا تحت هذا العنوان كتب محمد أبو رمان مقاله المنشور في العرب الجديد كما يقول فلاسفة وخبراء وباحثون كثيرون اليوم العالم ما بعد كورونا لن يكون كما كان سابقا وكما تقول الدراسات التاريخية فإن الأوبئة الكبرى التي اجداحت البشرية أو أجزاء منها كانت إيذانا بنهاية نظام وولادة نظام آخر ربما لم تكن الحرب العالمية الثالثة المتخيلة بهذه الصورة ولكن ما أحدثه هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة أكبر بكثير من مفاعل قنبلة ذرية أو حرب جرثومية تضرب دولا معينة وتغير من موازين القوى الدولية فما يحدث اليوم هو منعرج في تاريخ البشرية جمعاء يتجاوز الحسابات السياسية إلى الاقتصادية فالثقافية والمجتمعية وحتى النفسية كلما تعثر العلماء في البحث عن علاج لهذا الفيروس طال أمد هذه الحرب وهتكت في بنية الأنظمة القائمة بعمق أكبر وأصبح تأثيرها أكثر وحتى لو وقف الفيروس عند هذا الحد فإن نتائج ما حدث لن تنقطع وستأخذ مدى أوسع لدى الدول جميعا التي ستبدأ إعادة ترتيب أوراقها وإعادة ترتيب أولوياتها اعتزى النظام الدولي نفسه بشدة وإذا كانت الدول الكبرى ستخرج تلملم جراحها الإنسانية والسياسية والاقتصادية فإننا في العالم العربي سنكون الضحية الاقتصادية وربما السياسية الأكثر تضررا بما حدث لأن الوضع كان قبل اجتياح كورونا في غاية الحشاشة والضعف من مختلف الجوانب الأزمة المركبة سياسيا واقتصاديا ستتبدى بدرجة أكثر خطورة وحدية فهناك طبقات مسحوقة وطبقة وسطى متوترة وسياقات مرتبكة وتائهة من الشرعيات السياسية المتكلسة ما سيجعل الوضع السياسي على حافة الهاوية خصوصا إذا أخذنا بالاعتبار أن الأكثر تضررا هم أبناء الطبقات الحرفية والمياومات والعاملون في اقتصاد الظل وربما الموظفون في القطاع الخاص وهم أقود التوتر في المرحلة المقبلة عربيا ممن سيزداد غضبهم وقد ينفجر ومن البي بي سي نطالع أحد العناوين الهمة حيث تصدر صفحة الموقع الرئيسية فيروس كورونا هذه هي الدول والأقاليم التي لم ترصد حالات مؤكدة للإصابة بالوباء وتظهر أحداث الأرقام الرسمية التي رصدتها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أنه تم الكشف عن إصابات بالوباء في 180 دولة وإقليم على الأقل لكن هناك حوالي 40 موقع حول العالم لم تسجل فيه أي إصابات على الأقل رسميا ماذا يمكن أن يكون التفسير لعدم وجود حالات مؤكدة في هذه المناطق معظم هذه الأماكن مثل جزيرة توفالو وهي مجموعة جزر ذات تعداد سكان صغير ولا تشهد تدفقا كبيرا من الناس وبعضها من بين الوجهات السياحية لكن قيود السفر في جميع أنحاء العالم أوقفت معظم الزوار عن الذهاب إليها وعن اليمن قال الموقع البريطاني اليمن حالة أخرى حيث تشهد تلك الدولة بشرق الأوسط حربا مستمرة ما جعل اختبار وتسجيل الحالات مهمة صعبة قتل رجل في وسط روسيا خمسة أشخاص بإطلاق دار عليهم بسبب كلامهم بصوت عالي ليلا تحت نافذتها على ما قاله المحققون وعنونت صحيفة القدس العربي روسيا قتل خمسة أشخاص بسبب صوتهم العالي وقع الحادث وفقا للجريدة بينما سكان محجورون في منازلهم في محاولة للجم أو لحجم انتشار فيروس كورونا المستجد وأطلق الرجل في الثانية والثلاثين من عمره النار على مجموعة ضمت أربعة رجال شباب وامرأة كانوا يتكلمون بصوت عالي في الشارع تحت نافذته قرابة الساعة العاشرة مساء السبت على ما أوضح المحققون وخرج الرجل إلى شرفته مجتكيا إلى أفراد المجموعة ونشب شجار بينهم فما كان منه إلا أن استعان ببندقيته أو ببندقية صيد على ما أوضحت لجنة التحقيق وجاء في بيانها توفي الجميع متأثيرنا بجروحهم في المكان وأوقف المشتبه فيه الذي لم يكشف عن اسمه وفتشت شقته وصدر السلاح خوفا من فيروس كورونا اختبأ البشر في منازلهم فخرجت الحيوانات إلى الشوارع دون أن تجد من يعترضها وتحركت بكل حرية دون أن يضايقها البشر فهم يخشون الخروج من نتابع هذه اللحظات النادرة من تاريخ الأرض كما وثقها مصور صحيفة الجارديان عدد من رسومات الكريكتير التي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم إذن بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج كوسك الصحافة نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير إلى اللقاء